السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا طلاب الصف الثالث من مدرسة أكاديمية أطفال الرمثة النموذجية أهلا وسهلا فيكو يا ثالث اليوم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية في قاعدة بعنوان الفرق بين التاء المربوطة والهاء الآن يا ثالث في الفرق بين التاء المربوطة والهاء ستستطيع أن نفرق بينها من خلال الشكل واللفظ أو النطق وموضع كل منها في البداية يا ثالث نأتي إلى الشكل تلاحظ بأن التاء المربوطة تشبه الهاء في رسم الحرف ولكن الاختلاف وجود نقاط فوق التاء المربوطة التاء المربوطة المتصلة والمنفصلة لها نقاط ولكن الهاء ليس لها نقاط هذا من حيث الشكل أما من حيث اللفظ والنطق فالتاء المربوطة يا ثالث تلفظ هذه التاء عند تحريكها بتاء بعد وضع الحركات المقصود بالتحريك هي وضع الحركات إذن تلفظ تاء عند التحريك وضع حركات مثال ذلك مدرسة معلمة وأيضا في التاء المربوطة يا ثالث في التسكين تلفظها معمى تسكين أي وضع السكون مثال كلمة مدرسة جاءت هنا بالتحريك لفظت التاء هنا مدرسة ولكن في التسكين لفظتها مدرسة معلمة في التحريك لفظت تاء وفي التسكين لفظتها معلمة معلمة الآن نأتي إلى الهاية ثالث في تحريكها وتسكينها تلفظها الآن مثال ذلك يده بالتحريك يده بالتسكين صوته في التحريك وصوته في التسكين إذن بالبداية يا ثالث قلنا الاختلاف يكون أو الفرق من هايث الشكل بوجود النقاط بالتاء المربوطة وعدم وجودها بالها الفرق الثاني وهو من خلال النطق واللفظ فالتاء المربوطة تلفظ عند تحريكها أي وضع الحركات وفي تسكينها تلفظ هاء الآن أملها يا ثالث في تحريكها وتسكينها تلفظها مع وجود الأمثلة الموجودة أمامك الآن نأتي إلى الفرق الثالث وهو موضع كل منها أين توضع التاء المربوطة وأين توضع الها كيف أميز بينها الآن في التاء المربوطة يا ثالث تأتي هذه التاء في نهاية الأسماء والصفات وإذا بتذكر يا ثالث أخذنا قبل هاي المرة أن الأسماء المؤنثة إذا أردنا تحويل المفرد المذكر إلى مفرد مؤنث تضاف تاء مربوطة إلى الكلمة مثل طالب وطالبة الآن كمان في عندي أمثلة أخرى على الأسماء مثل كلمة حمزة هي اسم مذكر ولكنه انتهى بتاء مربوطة وأيضا هناك كلمات أو أسماء يذكر فيها التاء المربوطة كحرف أساسي في الكلمة مثل كلمة فاطمة وعائشة إذن قلنا تأتي التاء المربوطة في نهاية الأسماء والصفات مثال ذلك فتاة مسلمة بلدة كبيرة ناتي يا ثالث إلى الها الها هي ضمير غائب يتصل بالأسماء يعني يحل محل أو يسد مسد الإسم الغائب أو الشخص الغائب مثال ذلك سمعت صوته سمعت أنا صوته صوت من صوته هو شخص غائب سلمت على إخوانه سلمت أنا التاء هنا تاء المتكلم فاعل على حرف جر إخوانه إخواني من الاسم المجرور إخوان الشخص الغائب إخوانه هو إخوانه هو إذن الها هنا ضمير غائب أكلت من طعامه أكلت أكل الفعل الماضي الذي سكنه بسبب اتصاله بتاء المتكلم وتاء المتكلم هي الفاعل من حرف جر طعامه طعام من؟ طعامه هو إذن هنا لها الضمير الغائب الذي هنا يتصل بالأسماء ويسمى ضمير غائب أما هذه التاء فهي تاء مربوطة تتصل أو تأتي في نهاية الأسماء والصفات مثل ما هو موجود أمام الأمثلة يا ثالث إذن أعيد وأكرر يا ثالث بأنه يتم التفرق بين تاء المربوطة والهاء من حيث الشكل فالتاء المربوطة تاء يوجد فوقها نقاط ولكن الهاء تشبهها ولكن بدون نقاط من حيث اللفظ والنطق التاء المربوطة في التحريك تلفظ تاء وفي التسكين تلفظ هاء كما في الأمثلة أما الهاء في الحالتين التحريك والتسكين تلفظ هاء والفرق الثالث هي موضع أو مكان كل منها ومطالب يا ثالث أنت بصف الثالث تميزها من خلال اتصال التاء المربوطة بالأسماء والصفات ولكن الهاء هنا استخدامه كضمير غائب اتصل بالاسم لتوضيح أنه معائد على شخص غائب غير موجود إن شاء الله يا ثالث تكون القاعدة سهلة بالنسبة إليك يعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر